وحدة المجلس الرئاسي ضرورية من أجل إحلال السلام في اليمن وعلى الحوتيين الاستجابة للجهود الدبلوماسية الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة هذه خلاصة أحداث اليومين الماضيين من لقاءات المسؤولين الغربيين والعرب بما في ذلك اجتماع مجلس الأمن وإحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن والبيان الروسي الخليجي المشترك تأكيد الولايات المتحدة ضرورة وحدة مجلس القيادة الرئاسي من أجل إحلال السلام في البلاد جاء خلال لقاء للسفير الأمريكي لدى اليمن بعضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي في العاصمة الإماراتية أبوظبي الدعوة الأمريكية تتزامن مع استمرار عدم التئام مجلس القيادة في عدن منذ أغسطس الماضي عقب تصاعد الخلافات جراء سيطرة المجلس الانتقالي على محافظتي شبوة وأبيان وتهديداته بالسيطرة على حضر موت المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ أكد أهمية دعم تحقيق السلام في البلاد والتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفي إحاطة له أمام مجلس الأمن عبر عن قلقه من تحشيد ميليشي رحوثي عناصرها إلى الجبهات داعي الأطراف إلى الاتفاق على طريق واضح لسئناف محادثات السلام في الوقت ذاته صدر بيان مشترك لمجلس التعاون الخليجي وروسيا شدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم ضد ممارسات ميليشي الحوثي التي تتعارض مع الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية ودعا جميع الأطراف اليمنية إلى الشروع على الفور بمفاوضات مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة والالتزام باستمرار الهدنة الدعوات الدولية الموجهة للمجلس الرئاسي بضرورة الوحدة وللحوثيين بضرورة الاستجابة لجهود إيجاد حل سلمي تقابل من كل الطرفين بالتجاهل فلا المجلس الرئاسي توصل إلى آلية للحفاظ على وحدته ولا الحوثيون استجابوا لدعوات الحل السياسي ترجمة نانسي قنقر